اشتركوا في القناة الافتراضية في صناعة الأزياء عارضة أزياء تعمل بالذكاء الاصطناعي والمعروفة أيضاً باسم عارضة أزياء افتراضية أو شخصية ثلاثية الأبعاد هي تمثيل ثلاثي الأبعاد تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر لجسم الإنسان يستخدم في صناعة الأزياء يتم إنشاء هذه العارضات باستخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي وتسمح بدرجة عالية من التخصيص والمرونة فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية للعارضة الافتراضية قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة على عكس عارضات الأزياء البشرية التقليدية يمكن تخصيص عارضات عرض الذكاء الاصطناعي بسهولة لتمثيل أنواع الجسم والأعراق والأجناس المختلفة يتيح ذلك للمصممين تصميم ملابس تجذب جمهوراً أوسع وتضمن تمثيلاً واسع النطاق في صناعة الأزياء صورة واقعية أصبحت عارضات الأزياء المدعمة بالذكاء الاصطناعي أكثر واقعية بفضل التقدم في تكنولوجيا الرسومات يتيح لك ذلك إنشاء صور ومقاطع فيديو لا يمكن تمييزها تقريباً عن صور النماذج الحقيقية فعالة من حيث التكلفة يمكن أن يكون استخدام العارضات الافتراضية ثلاثية الأبعاد أرخص بكثير من العمل مع العارضات البشرية التقليدية لا توجد تكاليف سفر ولا حاجة لمصفف الشعر وفنان المكياج ولا داعي للقلق بشأن تعارض المواعيد توفير الوقت يمكن إنشاء عارضات أزياء تعمل بالذكاء الاصطناعي وتحريرها بسرعة كبيرة مما قد يؤدي إلى تسريع عملية التصميم بشكل كبير وهذا مفيد بشكل خاص لمركات الأزياء السريعة التي تحتاج إلى مواكبة الاتجاهات المتغيرة باستمرار تعتمد على البيانات بمساعدة نماذج الذكاء الاصطناعي يمكن جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتفضيلات العملاء وعادات الشراء يمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتصميم الملابس التي سيكون أداؤها أفضل في السوق باختصار يمثل وصول عارضات الذكاء الاصطناعي تغييرا كبيرا في صناعة الأزياء توفر هذه العارضات الافتراضية للعملاء طريقة مريحة وشخصية لتجربة الملابس عبر الإنترنت مع تسهيل الحياة على المصممين وهذا يفتح أيضا العديد من الفرص لصناعة الأزياء لدى نرجوكم تابعون المزيد قادم وشكرا